السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جيدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو المسلسل القصير وزي ما احنا عارفين دلوقتي الموضة ان اي مسلسل في الدنيا بيبتدي كمسلسل قصير وبعدين يطلع صانع المسلسل ويقولك الوحي ينزل علي وفجأة لقيت 8 مواسم للمسلسل بتاعي بس للامانة براد انجلز بيصانع مسلسل مار اوف ايستاون لحد دلوقتي ما عملش كده هو لسه بيفكر المهم المسلسل لحد دلوقتي 7 حلقات من انتاج اتش بي او ماكس ومتاح للمشاهدة في المنطقة العربية من خلال او اس ان او من خلال كل واحد وسكته يعني احداثنا بتدور في مدينة ايستاون الصغيرة قرب فلادلفيا وبتركز على شخصية مار شيهان المحققة في قوة البوليس بتاعت المدينة واللي عايشة مع امها وبنتها وحفيدها اللي بتتولى رعايته بالكامل مار بتتعامل في الاغلب مع قضايا بسيطة تتناسب مع الطبيعة الهادئة بتاعت المدينة لحد ما في يوم المدينة قالها دقة دي بتصحى على جريمة قتل وده بعض العثور على جثة الام الشابة ايرن لغز الجريمة دي بيشكل تحدي كبير لمار لانها بتعاني في حياتها على المستوى الاجتماعي والرومانسي ولان فيه شكوك بتحوم حول قدرتها كمحققة اصلا وده بسبب فشلها في حل لغز حادثة اختفاء لفترة مش قصيرة خطوات حل لغز جريمة الاتل بيمثل العمود الفقري لأحدثنا مع تتبع ازاي مار بتتعامل مع كل المشاكل اللي في حياتها فيا ترى ايه اللي حيحصل مار اوف ايستاون عمل درامي ثري لأبعد الحدود تصنيفه الرئيسي ممكن يكون اثارة وجريمة بس مش دي اهم حاجة فيه متفهمونيش غلط هو مسلسل اثارة وجريمة على اعلى مستوى اقاعه مضبوط ومبني بعناية كل حلقة بتلقي ضوء جديد على اللغز وبتخلي المشاهد دايما في حال التفكير احداثنا بتغطي نطاق واسع جدا داخل تصنيف الجريمة والاثارة وصولا للأكشن العنيف الموفق بشكل كبير الحاجة الوحيدة السلبية في الجانب ده من الاحداث هي الملأمة الزيدة مفيش فجوات كبيرة بكل تأكيد بس فيه معلومات ما بتظهرش غير في الوقت المناسب قوي وبدون داعي قوي يمنع ظهورها في وقت اقرب بس بشكل عام تصميمه وطرح لغز الجريمة بتاعتنا شيء مبهر خصوصا وانه مش قلب قصتنا هو المحرك هو الغلاف بس الحشو بقى حاجة تانية مسلسلنا في قلبه دراما اجيال بتتحرك طول عمرها بالنية الطيبة ونواياهم الطيبة دي بتؤدي في كثير من الاحيان لاكثر التصرفات شرا والشر ده تمنوا عمال ينتقل الصغير بيدفع تمن اخطاء الكبير والكبير بيدفع تمن اخطاء الصغير والديون دي عمالة تتراكم في شكل قيود بتربط العائلات والاجيال ببعض في علاقات مليانة حب ومليانة كره مليانة عرفان ومليانة لوم مليانة مجد ومليانة عار والقيود دي كلها في الاخر بتربط الجميع بالمدينة الصغيرة اللي اصبحت سجن محدش عارف يهرب منه وجوه السجن ده كل حاجة بتحصل من ابشع المقاسي لحد اكثر النكت صخرية انا بتكلم بجد كل ده في المسلسل ده ابو جرائم وخطايا والحاجات دي كلها احداثنا فيها كوميديا فعالة لدرجة ان المشاهد ممكن يتكسف من نفسه انه بيتحك في مشهد بالتحديد يا جماعة نابع من مأساة لو قدرتوا تمسكوا نفسكم من الدحك فيه لازم تعلموني ازاي لما نتكلم عن دراما مدينة كاملة يبقى السكان هم العامل الاساسي وشخصياتنا واعلاقتهم لوحة لوحدها شبكة معقدة لأقصى درجة كل الناس تعرف بعضها وكل اتنين بتجمعهم 3 اربع انواع من العلاقات سواء جيران او اصدقاء او زملاء عمل او زوج او زوج سابق او زوجة او زوجة سابقة وكل ده بيتشرح وبيتقدم بمنتهى السلاسة من غير ما نحس ان فيه اي مشهد تم تخصيصه لتقديم اي شيء الصراحة عشان اقدر اتكلم عن كل شخصية مؤثرة في احداث المسلسل محتاج لي 4-5 حلقات فانا هتكلم بس عن 3 شخصيات بالتحديد اولهم كولين زيبل اللي جسده ايفان بيترس اللي اخيرا بيتمرد على ادوار الشباب وبينتقل لعالم الادوار اللي مش بالضرورة شباب شخصية فريدة جدا ومعقدة جدا لانه بيتقدم على انه المحقق العبقري اللي جاي يحل اللغز بتاعنا لكن لما بنقابله بنكتشف انه اكتر من كده بكتير وبيكون ثنائية مع مار كذلك في منتهى التعقيد وبتتحرك من خلال مراحل كتير هو فيها بيقدم وشوش كتير وبسهولة بيبيع نفسه كممثل كبير لانه دور مش نمطي ومطلوب منه انه يجذب من المشاهد مشاعر ايجابية وده على الرغم من ان مش كل طباعه ايجابية الشخصية التانية هي هيلن ام مار واللي بتجسدها جين سمارت اللي لسه شايفينها من قريب في مسلسل واتشمن والتحول جبار ممكن تحسوا انها كبرت عشرين سنة ما بين الدورين وهي المرسال الرئيسي للكوميديا التفاعلات بتاعتها مع مار بتتم بدون اي مجهود لدرجة اني حسيت ان الحوار ما بينهم هو اللي كتب نفسه وطبعا عندنا شخصية مار مركز الشبكة بتاعتنا وافضل اداء في تاريخ كيت وينسلت وده مش ادعاء بسيط احنا بنتكلم عن كيت وينسلت شخصيتها صعب جدا يتم تعرفها من زاوية واحدة هي ام ولا جدة ولا محققة ولا صديقة ولا شخصية رومانسية ولا شخصية شهوانية واصلا هي انسانة كويسة ولا لأ لانها بترتكب بلاوي وكل وش كويس بتعكسه لشخصيتها فيه وراه وش مش كويس تناقضات الشخصية بتاعتها صعب جدا تجتمع في بني ادم واحد الا يعني لو البني ادم الواحد ده كان انسان حقيقي وده اللي كيت وينسلت بتقدمه في الدور ده تكسيد ملموس لانسان حقيقي موجودة في مركز كل شيء من غير ما تكون مقحمة ما هياش رمز الحكمة او الخبرة والتحديات التمثيلية مفيش اكتر منها صعب قوي على اي حد يختار مشهده المفضل لشخصية مار في المسلسل لاننا عندنا كل حاجة من اول الانفعالات العصيبة لحد الاكشن واحدة في لحظة بتحسسني ان عندها خمسين سنة وفي اللحظة اللي بعدها عندها عشرين سنة دور ما بيجيش الا كل جيل مرة واداء ما بيجيش الا كل جيل مرة موسلسل مار اوف ايستاون هو افضل حاجة موجودة في التلفزيون حاليا لازم تشوفوه ولازم تدوله انتباه كبير كمية المشاعر اللي اختبرتها وانا بتفرج عليه مش معقولة ما كانش ممكن اتخيل انها ممكن تجتمع في قصة واحدة مشكلتي الوحيدة بس زي ما قلت هي في الملأمة الزايدة في الكشف عن بعض المعلومات ويمكن كمان في توظيف عنصر المخدرات لاننا بنتعامل معها زي ما تكون رفيق لينا بدل ما تكون مشكلة او كارثة تقييمي لمسلسل مار اوف ايستاون هو تسعة من عشرة ولازم يكونوا حريصين جدا وهم بيفكروا في امكانية مواسم اخرى منقشة الحلقة ما هو دوركم المفضل لكيت وينسلت ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام ووي بوي